اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بها الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبية وادارة التكنولوجيا الطبية والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير ادارة الاشغال العسكرية والسيد عميد دكتور مهندس احمد صلاح ابو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية والسيد ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان السيد الرئيس اوجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لانشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبية على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات لاستهلاك الحالي والمستقبلية من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام احدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير ادارة الاشغال العسكرية الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وقد عرض السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على اعداد المنشآت الطبية بكافة انواعها الحكومية والخاصة والاهلية وتجهيزاتها الطبية بالاضافة الى القوى البشرية من التواقم الطبية فضلا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية مئة مليون صحة وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين كما طلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية موجها سيادته بان يتم انشاء اكبر مركز اقليمية لزراعة الاعضاء في مصر وشرق الاوسط وافريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف انشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا الصياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر والتي تصل سعتها الى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار تفاصيل انشاء مستشفى ام المصريين الجديدة بسعة 400 سرير والتي ستقدم خدماتها لنحو ثلاثة ملايين نسمة وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للاطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا اضافيا للفريق الطبية يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم اوجه الرعاية الصحية كما عرض السيد وزير الصحة الانجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لانهاء قوائم الانتظار على مدار اربع سنوات منذ انطلاقها بمشاركة اربعمائة وستين مستشفى حكومي وخاص حيث نجحت في علاج مليون وثلاثمائة وسبعين الف مريض بتكلفة اجمالية اثني عشر مليار جنيها وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الاضافية للتوسع في المبادرة واضافة تخصصات جراحية جديدة مع اهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الاجراءات الادارية ذات الصلاة